للمرة الثانية وبعد أقل من شهرين من فتحها في المرة الأولى ها هي وزارة التربية الوطنية تقرر تفعيل الأرضية الرقمية للتوظيف الخاصة بالأساتذة للأطوار التعليمية الثلاثة قرار يأتي بغية تغطية العجز الذي لا يزال قطاع التربية يعاني منه فبالرغم من مرور شهرين على الدخول المدرسي لا يزال تلاميذ بمختلف ولايات الوطن بلا أساتذة في عدة مواد فتح الأرضية الرقمية للتوظيف عبر الموقع توظيف.education.gov.de سيتم من خلاله الاعتماد على القوائم الاحتياطية بالنسبة لأساتذة المرحلة الابتدائية إلى غاية شهر ديسمبر من العام الجاري فيما ستتواصل الاستعانة بالقوائم الاحتياطية للطورين المتوسط والثانوي إلى غاية حلول العام 2018 وهو ما يسمح للوزارة بالاستعانة بالقوائم نفسها لمدة سنة دراسية كاملة لجأت وزارة التربية الوطنية إلى تفعيل الرقمية الأرضية الوطنية لاستغلال احتياط طبعا كل اسلاك التربوي لاستغلال احتياط الذي لا يزال متوفر في بعض الولايات في حين أن في ولاية أخرى قد تم استنفاذ جميع الاحتياط لهذا لجأت وزارة التربية الوطنية إلى الأرضية الرقمية وبعملية حسابية فإن الشغور سيظل داءا لسيقا بقطاع التربية لأن عدد الأساتذة المتقاعدين بلغ أربعين ألف كما سبق للوزير بن غبريط أن صرحت بذلك وبالتالي فإن فتح أرضية للمرات ثانية قد تتبعها ثالثة من أجل سد حاجات القطاع من المؤطرين ترجمة نانسي قنقر